مسائل خير مشاهدي موقع صوت الملايين معانا البروجل جمانا ازاك يا جمانا؟ اخبارك ايه؟ جمانا انت طلع تريند بقالك فترة عن الصورة اللي انت متصهرات تاعت حفل صفافك او خطوبتك هاي بقالا تلات تيان انت مش شايفة ان اللبس كان زيادة شوية عن اللزوم؟ بص هي دي كانت حاجة عائلية مادئية اه يعني دي كانت حاجة في البيت قرية فتحة حلوة والبسنا دي بل بس عادي اه الثور اللي تصربت دي فيه ناس صورتني وانا قاعدة والكلام ده كل انا مكنتش واخدى بالي تمام؟ وحوار السجارة برضو انت لو هتاخد بالك ان انا كنت مغمضة عيني لو انا كنت اصداها ماشي اه يعني انت بتقولي فيما معناها ان الصور دي مصربة او الصور مصربة تم انت ازاي كانت عائلية وازاي الصور دي مصربة ايوما هي عائلية فيه ناس كانت موجودة من صحابي فيه ناس كانت موجودة من صحابك؟ اه طب وانت المفروض ان هم يعني يصوروا حاجة زي ديت كنت منعت التصوير طالما هي عائلية اه انا بقى مجاش في بالي كده اه يعني الخطوبة دي حقيقية مش تريند لا مش تريند اكيد اكيد اه انت طيب شايف الناس اللي بتنتقد خطيبك وبتنتقدهم لهم صغر سن انت شايف اتوجلهم ايه ولا تقول لهم ايه؟ بصو اه يعني انا قادر اقول ان انا فعلا انا غلطانة اه اه ان انا وسأل اللي بيستح حاجة زي كده وهو موكفه ايه طيب؟ هو الصراحة هو متضايق جدا بس هو مش بيبايير لها عشان هو بيحبيني يعني هو مش بيبايير لك عشان بيحبك؟ اه اه يعني انت شايف ان الصور دي عادي بالنسبة له عبدت بالنسبة له عادي يعني ده ايه انا لسه معرفش موكفه انا لسه متقبلناش لحد دلوقتي اه بس عادي بيكلمك؟ ده ما بنتكلمش يعني هو واخد موكف؟ واخد موكف ايه ايه اما شايفه كان في غاية السعادة يعني ازاي واخد موكف؟ لا بنسلم بس عادي كده اللي هو مش مبايير لقوي اه مش مبايير لك؟ اه مش مبايير اه عشان هو متضايق وانا متضايق برضي اه طب انت يا جمانة حابة تقولي كلمة حابة توجيه رسالة للناس اللي شعروا في السور ديت بس انا مش هقول غير كلمتين اه بس اول حاجة اه ان انا كجمانة لبس بيبقى طريقتي في اللبس كده بس ده ما كانتش يعني انت ممكن تخرجي كده ايو مش للدرجة دي انت كنت ممكن تخرجي كده بخرج بس مش للدرجة دي انا بخرج بكت بخرج بس ده ما كانش كت لا كان كت لا انت بقى انت ما شفتش الصور شفتها انا بكلمك سيبك من الكت ان احنا ما بصناش فوق اه 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 يعني تحت كان اه موسيقى للغاية اه اه عادي ليه ما فيه ناس بتلبس بكيني على كده كان راح ايو مش خطوبة مين اتخطب ببكيني قبل كده جوان يعني انا ما شفتش خطوبة ببكيني قبل كده لسه 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 لخطوبة ام دي اراية فتحة وتلبيس دبن عادي ام دي اراية فتحة وتلبيس دبن اه يعني دي مش خطوبة اه لما دي اسمها ايه طيب ما اقولت لك اراية فتحة لسه خطوبة بقى بيبقى فيه شفكة ودعب اه اه يعني اراية فتحة دي بالنسبة لك مش خطوبة لسه بنقرر فتحة اه يعني اما كده في اراية الفتحة عاملة كده اما خطوبة هتعمل ايه لا دا ان شاء الله دا حاجة انا ادخل لكم طيب ماشي ماشي جو ما انا حابة تقولي حاجة لا شكرا شكرا شكرا